بسم الله الرحمن الرحيم أرسل لي أحد الأحبة معلومة أحببت أن أوصلها لكم أيها الأحبة ما معنى ورفعنا لك ذكرك هذه الآية تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما معناها العمل في حياتنا العملية الحقيقة هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة إلى الله في مكة المكرمة في مرحلة ضعف المسلمين ولم يكن أحد يتوقع أن يبلغ عدد المسلمين 2 مليار مسلم اليوم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك الحقيقة لو تأملنا اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك يعني ذكرك مرفوع كقيمة عددية مرفوع كعدد مرات ومرفوع كمعنى أيضا يعني مثلا نحن عندما يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مثلا في الصلاة نحن نذكر اسم محمد في الأذان نذكر اسم محمد في الإقامة نذكر اسم محمد عندما نقرأ القصص التاريخية والسيرة النبوية نذكر اسم محمد طيب كم مرة يذكر اسم محمد على الأرض كل يوم خلال 24 ساعة أيها الأحبة المسلمون يؤدون الصلاة خمس مرات كل يوم أنا لدي اثنين مليار مسلم لنفرض نأخذ الحد الأدنى الذين يطبقون الصلاة أو يقيمون الصلاة لنقول هناك عشرة بالمئة يقيمون الصلاة طبعا العدد أكبر من هذا بكثير لأننا نرى المساجد يوم الجمعة ممتلئة نرى المسجد الحرام ممتلئ وبالتالي يعني العدد أكبر ولكن دعونا نأخذ الحد الأدنى إذا فرضنا أن هناك عشرة بالمئة من المسلمين اليوم في العالم ملتزمون بالصلاة يعني هناك مئتين مليون مسلم يؤدون الصلاة خمس مرات كل يوم طيب هؤلاء كم مرة يذكرون اسم محمد؟ عد معي أخي الحبيب أولا في كل صلاة هناك الجلوس للتحيات والتشهد فأنت تقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذه مرة ثم تقول اللهم صلي على محمد أي مرة وعلى آل محمد ثلاث مرات كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد أربع مرات وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذن في كل تشاهد أو في كل صلاة أنت تقول خمس مرات تذكر اسم محمد فإذا جمعنا كم مرة يذكر الإنسان اسم محمد في الصلوات في الركعات السبعة عشر يكون لدينا تسعة وعشرين مرة يذكر اسم محمد وأثناء الإقامة أنت لابد أن تقيم الصلاة عندما تصلي تقيم الصلاة تذكر اسم النبي مرة في إقامة الصلاة فيصبح المجموع ثلاثين طبعا هناك يذكر اسم النبي في الأذان يذكر اسم النبي بعد الصلاة نقول اللهم صلي على سيدنا محمد في بداية حديثنا نحمد الله ونصلي على نبيهم يعني نذكره كثيرا ولكن أنا سأكتفي فقط بثلاثين مرة كل مسلم يذكرها وبخاصة الملتزمين بالصلاة لنعتبر أن لدينا عشر بالمئة يصلون يعني ميتين مليون هؤلاء الميتين مليون كل واحد منهم يذكر اسم محمد ثلاثين مرة على الأقل على الأقل هذا ثلاثين مضروب في مئتي مليون يعني ستة مليار مرة يذكر اسم محمد على الأرض وهذا هو الحد الأدنى هذا الرقم الحقيقة صادم بالنسبة لمن يجهل هذا الموضوع على الأرض اليوم كل يوم يذكر اسم محمد كحد أدنى ستة مليارات أو ست مليارات مرة إذا أضفت كما قلت الأذان والصلاة على النبي سيكون العدد أكبر من ذلك بكثير طيب ما هذا الإعجاز الله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا لك ذكرك تمام واسم هذا النبي يذكر كل يوم مليارات المرات بالرغم من أنوف الملحدين والمشككين والمنافقين والكافرين وأعداء الإسلام يتم ذكر اسم محمد على الرغم من الحرب الإعلامية الشرسة التي تشن على هذا النبي وهي حرب أفواه كما أكد القرآن وأشار وأنبأ بهذه الحرب عندما قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم حرب إعلامية بالأفواه بالكلمات ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون على الرغم من كراهية المشركين اليوم والملحدين والذين يديرون السياسة العالمية للأسف يشوهون صورة النبي ولكن ذكر النبي يكثر ويزداد وعلى رغم من كل ذلك سبحان الله هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من كان يتخيل في قبل أكثر من 1400 سنة في ضعف المسلمين عندما كان عدد المسلمين بالعشرات لما نزلت هذه الآية وهذه السورة مكية باتفاق الشرق والغرب وباتفاق المشككين والمستشرقين وكل الناس سورة مكية سورة الشرح والسؤال كيف علم النبي لو أنه هو الذي كتب القرآن كيف علم أن ذكره سيرفع إلى يوم القيامة ورفعنا لك ذكرك إذن هذه القضية أيها الأحباء أو هذه الآية إذا فكرنا فيها بالفعل نجد فيها إعجاز واضح يشهد على أن قائل هذا الكلام ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس من تأليف الصحابة من بعده أو كما سمعت بعض المشعوذين يعني يقول الذي كتب القرآن العباسيين أو الذي اخترع شخص ليس هناك شخص اسمه محمد يعني من هذا الكلام موجود على الإنترنت كثير منه وبعض الأحبة يرسلون مقاطع فيديو لأرد عليها طيب ماذا ترد على على يعني يعني أنا أنا قبل فترة تحدثت عن نسخة في جامعة بيرمينجهام أجري عليها تحليل بالكربون المشاع سي فورتين أثبت علميا أنها تعود هذه المخطوطة للقرآن الكريم لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي واحد جاهل يقول لك ما هو الدليل على وجود القرآن ووجود النبي يعني نرد على كلام فارغ بالله عليكم ماذا ترد يعني فإذن أخي الحبيب خلاصة هذا اللقاء هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وتطمئننا أن الإسلام بخير وأن الإسلام هو دين الله الحق و يعني أنا أود من كل أخ مؤمن لديه فكرة أن يرسلها لنا لنوصلها للناس لأن الفكرة إذا بقيت في دماغك حقيقة ستموت أن تستفيد منها شيئا أما مثل هذه الفكرة ربما تصل للآلاف أو عشرات الآلاف ف لو أخذت من كل واحد حسن حسن مثلا أحسب بقى يعني الدال على الخير كفاعله والله سبحانه وتعالى يعني يعطي أجرا عظيما على الدعوة إلى الله هذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله أن تكون أنت سببا في الدعوة إلى الله بالإضافة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يؤكد لنا أنه من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا يعني إن شاء الله الأخ صاحب هذه الفكرة له أجر وأنا لدي إن شاء الله لي أجر أنا نقلت هذه المعلومة وكل من استفاد منها له أجر وكل من ينقلها له أجر هذا هكذا ينتشر الإسلام هكذا يظهر هذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقي ليظهره على الدين كله لينشره يعني ليظهر يصبح يعني اليوم الإسلام هل يخفى على أحد انظروا صلاة العيد مثلا كيف كانت في أوروبا وفي أمريكا وفي مناطق لا يتخيل أحد من قبل أن أعداد المسلمين بهذه الكثرة والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بذلك أيضا عندما قال والذي نفسي بيده سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهر أي هذا الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهر بالفعل كل بقعة يصلها الليل والنهر فيها مسلمون طبعا لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق